الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله فقد جاءت رسل ربنا بالحق فاللهم لك الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من مقاصد الحج الكبرى تحقيق المتابعة والانقياد الكامل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة مبنية على أمرين اثنين أن تخلص هذه العبادة لله وأن تتبع في عبادتك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة الهجرة يأذن المؤذن في المدينة باللي النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام رايح يحج بيت الله تعالى الحرام وسمعت الناس بهذا النبأ والخبر العظيم وبدأت الناس تتوافد على المدينة تعرفوا عليه يحصل لهم الشرف يحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام إمامهم في هذا المنسك رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه كان يصلي بأصحابه فيقول صلوا كما رأيتمون أصلي فلما جاء الحج اجتمع الناس من كل حدب وصوب وجاءوا من كل فج عميق جاءوا إلى المدينة اجتمعوا في المدينة النبوية ليحجوا مع الرسول الآن شكونا راح يبيني لهم مناسك هذا الحج الجماعة اللي صدعتونا بالقرآن القرآن القرآن وقلتونا باللي السنة مكانش 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 وألغيتم السنة بهذا الخطر الكبير هذا انتاعكم هذا وقلتونا كين إلى القرآن إلى القرآن إلى القرآن وما كانش السنة وما كانش السنة وكذبتم البخاري وكذبتم الموطأ وكذبتم صحيح مسلم وكتب السنة وقلتم هذه يا حديث ما كانش منها ومكذوبة الآن شكو اللي يبين مناسك الحج فهمونا ركم صدعتونا من الذي بيّن مناسك الحج جاءت مجملة جاء ذكر الحج ذكره مجملا في القرآن من بيّن التفاصيل شكو اللي قال الناس روحوا العرفة وركوا وقفين في عرفة من الزوال إلى الغروب وشكو اللي قال الناس روحوا رجموا جمرة العقبة الكبرى يوم العيد وشكو اللي قال الناس عليكم برمي الجمار في أيام التشريق السغرى والوسطى والكبرى وشكو اللي عين عدد الحصاء بللي كل جمرة ترمى بسبع من الحصاء يا عباد الله اتقوا الله كتاب الله وسمة الرسول يا عباد الله لا تسمعوا لهذه الدعاوة الباطلة أرادوا أن يلغوا هذه السنة ناس يعرفون الآن بالقرآنيين يقول لك أنا خاطب لي بالقرآن منت أتفهم القرآن أنت لا تفهم أنت القرآن من الذي بيّن القرآن وشرح القرآن وفصل القرآن وبيّن معالم القرآن وبيّن الأحكام والعبادات التي وردت في القرآن إنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولياذا يا إخواني لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج حاجا وخرج من المدينة وصل إلى ذي الحليفة في القرآن في القرآن كين الإحرام كين الرداء كين الإزار هبّلتونا صدّعتونا كين الرداء والإزار مكانش بالقرآن جاء النبي لذي الحليفة اتجرد عليه الصلاة والسلام من لباس ودار الرداء ودار الإزار عليه الصلاة والسلام وحجب الناس وجاء للمناسك وبيّش الناس ما يتيهوش وما يثاربوش وما يحيروش واش نديرو واش نديرو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس خذوا عني مناسككم ها ودي انتعكم هاي المناسك انتع الحج هاي منك تشتبدأ هاي منك انت انتهي خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أصورة عملية في الميدان خرج النبي عليه الصلاة والسلام حاجا ويبين في الأركان طاف بالبيت وشافت الناس وصلى ركعتين عند المقام وشافت الناس وخرج النبي إلى منا وخرج معه الناس وبات بها واليوم التاسع امشى إلى عرفة وشافت الناس ووقف بعرفة ثم بالليل عند الغروب دفع إلى مزدلفة وبات بها ثم ذكر الله عند المشعر الحرام ولما أصفر ذهب ونزل إلى إلى منا ورمي جمرة العقبة الكبرى ثم ذهب وطاف طواف الإفاضة وسعى عليه الصلاة والسلام هذا التفصيل هذا تفصيل هذه الأحكام لا يوجد في القرآن إنما فصلته وبينته السنة ولهذا كان يقول للناس لحج جمعاه في هذا اليوم أيها الناس خذوا عني مناسككم السنة من مقاصد الحج الكبرى الإنقياد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا السلف رضي الله عنهم يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كو فيتم تبع الدين 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 أنت الدين تبعوا الدين ما تتبدأ لناش فيه ما تحقوش منك تعرف على لين الدين كامل الدين خلاص ما تحقوا منك لا رأي ولا خرجة ولا طلعة ولا هبطة الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإمام شهاب الدين عبد الرحمن الزهري كان يقول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم تسليم بماذا؟ بالاتباع والتابعوه تابع من؟ تابع رسول الله ربي لا يقبل منك البدعة ربي لا يقبل منك أنك تزيد في الدين وتنقص من الدين دين خلاص غير ما يتعبس روحك الدين اكمل ببعثات محمد عليه الصلاة والسلام هذا مقصد كبير من مقاصد الشريعة في أداء مناسك الحج وهو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا قال الله في حق رسوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا أسأل الله تعالى أن يعيننا على اتباع القرآن وعلى اتباع السنة ويسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يعملون بهدي الرسول ولا يتبدعون في دين الإسلام فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقولوا ما تسمعون والله يعلموا ما تفعلون وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين